كما زار دولة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار المتحف الوطني وتجول الضيف والوفد المرافق له في أرجاء المتحف وأروقته واستمع لشرح وافل لما يحويه من قاعات تبرز جوانب مهمة من تاريخ وحضارة سلطنة عمان وتعرف الضيف خلال جولته بقاعة التاريخ البحري على وثائق تؤرخ الأسطول العمانية إبان عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي في كل من مسقط وزنجبار ووقف على مكتشفات من حطام السفينة الغارقة من أسطول فاسكو دي جاما واطلع على مخطوط كتاب الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد للملاح والربان العماني الشهير شهاب الدين أحمد بن ماجد السعدي كما اطلع الضيف على منحوتة شجرة الحياة ماكون دي أو جاما المهدات من الرئيس التنزاني السابق للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ووقف على محراب مسجد العوينة واطلع على عدد من المقتنيات التي تعود إلى فترة حكم العاربة واطلع دولة الدكتور حسين علمويني على عدد من المقتنيات التي تمثل أبعادا تاريخية من العلاقات العمانية بأفريقيا في قاعة عمان والعالم كما وقف على ركن السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه بقاعة عصر النهضة